وأمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود جميعا وأمرهم إذاك بالتكاليف يشمل إبليس فقد خلقه الله وأخفى عن الملائكة حكمة خلقه وهو قد خلقه الله للشر ولكنه أقام عليه الحجة فأراد أن يجعله مع الملائكة الكرام يعمل ما يعملون ويعلم ما يعلمون ويطلع على ما يطلعون عليه فلذلك يدخلوا في عمومهم في الأمر وإن كان مخالفا لهم في العنصر والقلقة ومخالفا لهم في المصير كذلك فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسجدوا لآدم جميعا فدخل إبليس في هذا الأمر فلذلك قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فإبليس أراد الله أن يفضحه فبين سريرته وهذه السريرة متضمنة لثلاثة أمور الأمر الأول امتناعه من الطاعة وهو في الظاهر والأمر الثاني الاستكبار وهو في الباطن والأمر الثالث الكفر وهو شامل للظاهر والباطن فأبدأ بذلك خصته وأنه لا خير فيه حتى لو كان يعبد كما يعبد الملائكة ولو كان يعلم كما يعلم الملائكة فعلمه وعمله لم يغن عنه من الله شيئا ولم يفده عند الامتحان وعند حصول الفتنة فوقع في هذه الفتنة فما كان الملائكة يجدونه من المنافسة زال عنهم بالكلية عندما قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما ما يجده إبليس فليس منافسة للتقرب إلى الله وإنما هو حسد وكبر وعجب فهو يرى أنه أشرف من آدم عنصرا فإنه خلق من نار وخلق آدم من تراب فلذلك تكبر على آدم وأبى أي امتنع من طاعة الأمر والغريب أنه في هذه الآية هنا في سورة البقرة جمع بين هذه الأمور الثلاثة لإبليس وقد ذكر الإباء فقط في سورة طاها وذكر الاستكبار فقط في سورة صاد لكن هنا صرح بكلها أبى فامتنع عن أمر الله فكان بذلك عاصيا للطاعة واستكبر فكان باطنه خبيثا الكبر هو من شر أمراض القلوب وهو سبب لكثير منها فهو مقتض لأن يغمط الإنسان الآخرين وأن يتنكر للحق وأن يخالف الفطرة وأن يخالف مبادئه وهو كذلك مقتض لأن يسيئ الأدب وأن لا يتعامل على وفق ما أدب عليه فلذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين فإنه حينئذ كفر بالله العظيم لأن الحجة القائمة عليه ليست كالحجة القائمة على الناس فالناس لأنهم لا يرون تلك المغيبات ولا يصلون إلى ذلك المستوى من امتنع منهم من الطاعة أو وقع في المعصية لا يكفر بذلك وإنما كفر إبليس بذلك لأنه قام عليه من الحجة ما لم يقم على من سواه وكان من الكافرين وهنا جاء التعبير القرآني الدقيق العجيب المعجز في قوله وكان من الكافرين فلم يقل أبى واستكبر وكفر لأنه لو كان كذلك لكان الكفر عارضا ناشئا جديدا وهو في علم الله أنه كان من الكافرين وقد كتب ذلك عليه من قبل فلذلك قال وكان من الكافرين